سألك في بداية عن التحديات التي تواجه التعليم اليوم لو قلت لك وش أبرز تحدي يواجه قطاع التعليم بوصول إلى مستهتفات روية 2030 داني أقول لك أن أي نظام تعليمي يحاول أن يرتقي ويتقدم لابد أن تواجهه تحديات عديدة لكن أبرز تحدي اتفقت عليه معظم التقارير العالمية عن التعليم السعودي وحتى التقارير المحلية هو الاستعداد للتعلم أقصد بالاستعداد للتعلم أن يكون الطالب نفسه مستعد أن يتلقى الفرص التعليمية وأن يستفيد من هذه في تغيير حياته يمكن لو شفت كان في فيديو نشر في بداية العام الدراسي هذا الفيديو كان فيه طفل صغير كان يتكلم مع والدة عن عدم أهمية التعليم كان الطفل هذا يتكلم يعني يخبر والده أنه ما فيه أهمية لتعلم الرياضيات ما فيه أهمية لتعلم اللغة الإنجليزية ويبرر بكلمات يعني رآها الأب مضحكة وصور الفيديو وانتشر في كل مكان هذا مظهر بسيط عن ما يعنيه عدم الاستعداد للتعلم عدم الاستعداد للتعلم له أسباب عديدة أولها أن الطفل هذا تحيطه ما يسمى بسموم الثقافية السموم الثقافية هذه التي تقنع هذا الطفل أنه ما فيه فائدة من التعليم وأن التعليم لن يغير حياته للأفضل خاصة فيما يتعلق بمواد مثل الرياضيات والعلوم يا دكتورة ليش فيه انطباع ساعد عن بعض الأجيال وحتى حين نشوفها عن بعض الكبار يعني يقولك والله إحنا ندرس أشياء ما راح نستفيد منها في حياتنا راح ندرس كيميا راح ندرس فيزياء راح ندرس الرياضيات بس أنا ما أستخدمها في حياتي المهنية في المستقبل وانت توضحي ليش هذه العلوم مهمة جدا لي أنا كشخص حتى وان كنت لن أستخدمها بشكل مباشر في حياتي أولا مثل هذه العلوم هي تعمل على تنمية مهارات عديدة للإنسان قد يستخدمها في حياته العالم وتهيئك في التخصصات التي ممكن تختارها نعم التخصصات العلمية هذه قد يعني تؤثر على الإنسان بأن يفكر تفكير منطقي يصبح تفكيره ناقد يصبح لديه فضول للاكتشاف يصبح قادر على البحث عن حلول متعددة للمشكلة أن ينظر بشمولية للأمور هذه كلها يستخدمها الإنسان في حياته اليومية طوال حياته وفي كل تجاربها الحياتية نعم